مشاهدين الكرام نتحول الآن إلى القدس مباشرة وخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو السنوي أمام لجنة رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية حيث من المتوقع أن يتطرق إلى خطاب نصر الله وتهديداته باكتياح الجليل وأيضا إلى الأوضاع في مصر عاصفة الرمل هذه أقول أن القادة وصانعي السياسة في واشنطن ولندن وباريس وبرلين يعبرون عن دعم قوي للمحتجين في القاهرة ولكنني أيضا أشرت في نفس الوقت إلى أن هؤلاء المحتجين أنفسهم كانوا مدعومين من قبل طهران هناك شيء أستطيع أن أؤكده لكم وهو أن القادة في الغرب والقادة في طهران لا يريدون نفس المستقبل لمصر القادة الأمريكيون والأوروبيون يريدون مصر حرة وديمقراطية ومسالمة وتنعم بالرخاء إنهم يريدون مصر تتطلع إلى الأمام وذات تطلع إلى الأمام في القرن الحادي والعشرين يريدون مصر في حالة سلام مع جاراتها وتروج للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة من ناحية أخرى القادة في طهران إنهم يريدون أن يروا مصر تحكمها نفس القبضة القمعية الحديدية التي سحقت حقوق الإنسان في إيران في العقود الثلاثة الماضية لا يريدون مصر تتطلع إلى القرن الحادي والعشرين يريدون مصر تعود إلى الوراء إلى القرن التاسع يريدون مصر تقوم بكسر معاهدة السلام مع إسرائيل يريدون أن يروجوا للإرهاب وسفك الدماء في مصر وفي أنحاء المنطقة والعالم إذن هناك تساؤل هنا كيف يمكن لهاتين الرؤيتين المتناقضتين كيف يمكن لكل رؤية أن تجد أملا في أوساط المحتجين في الشوارع في القاهرة الإجابة على ذلك بسيطة جدا لا أحد يعرف ما الذي يخبئه المستقبل لمصر الناس في واشنطن لا يعرفون ذلك والناس في طهران لا يعرفون ذلك والآن قد يكون هذا من الصعب على البعض أن يصدقه ولكن حتى كتبت الأعمدة في نيويورك تايمز لا يعرفون تغيير الواقع الحالي يمكن بالتأكيد أن يؤدي إلى نتيجة أفضل هذا حدث قبل عقود في برلين وبراغ وفي بوخاريست وفي 1989 كان هناك تغير عظيم في أوروبا الشرقية نستطيع الآن أن نقول بالتأكيد أنه كان إلى الأفضل ولكن التغير يمكن أيضا أن يؤدي إلى نتائج أكثر سوءا للحرية الإنسانية وحقوق الإنسان والسلام في 1917 كان هناك تغير كبير وأمل كبير ثلاثة أشهر من حكومة كارينسكي أعقبتها سبعين عاما من الهيمنة السوفيتية وفي 1979 كان هناك أمل حقيقي للديمقراطية والتقدم في إيران ولكن بعد أشهر معدودة من حكومة بختيار وإنهاء ثلاثين عاما أو بداية عهد إسلامي متشدد هذا نفسه يحدث في لبنان حدث في لبنان قبل خمسة عوام مئات الآلاف من اللبنانيين نزلوا إلى شوارع بيروت كان بعض التقارير قالت حوالي ثمانمائة ألف نسمة وهذا قريب من خمس سكان لبنان أي ما يعادل عشرات الملايين من المصريين ودعوات الحرية التي هتفوا بها كانت برئاسة الثورة الأرز في لبنان ولم تكن أقل أصالة من دواعي الحرية التي نسمعها الآن في القاهرة هؤلاء المحتجون نعموا أيضا بدعم العالم الحر ويبدو أنهم بدأوا عهدا جديدا يوما جديدا بداية جديدة وإمكانيات جديدة للبنان هذا ما يريده الجميع في العالم الحر وحلم به الناس في العالم الحر وقد عملوا جد في السنوات الخمس الماضية ليتأكد من أن لبنان لديه مستقبل مختلف وبعد هذا بخمسة أعوام حزب الله منظمة إرهابية لا تحترم حقوق الإنسان وتسحق حقوق الإنسان وتحولها إلى تراب والتي تقوم في قمع شعبها وتنشر الإرهاب في الشرق الأوسط وتطلق الصواريخ على إسرائيل بعدها بخمسة أعوام وبعد الوعد الكبير وعد ثورة الأرز وبعد هذا بخمسة أعوام لبنان تمت السيطرة عليه عمليا من قبل حزب الله الوكيل لإيران واليوم قادة حزب الله أعلنوا أنهم يعتزمون غزو واحتلال الجليل لدي أخبار لكم هذا لن يحدث وآخر شيء يجب أن يكون لدى أي أحد هو الشك في قدرة إسرائيل وإصرار إسرائيل على الدفاع عن نفسها وعن شعبها أود أن أوضح هذه النقطة باللغة العبرية أيضا كل مي שמסתתר בבוקל كل مي أشترك في لخندق هذا يقدر لهم والأف أكفك إش بكوحة של إسرائيل ولا يرود أحد بإمكاننا قدرة إسرائيل وهي شنوة ممشلة نخوشة صفحة خزق وعن ملوكد وشعب موحد فانانو لشلوم إن كل شخنانو نتوجه إلى السلام مع جميع جوالنا أحصال أغوخ ومוכن لأجن بأطسما عن مدينة إسرائيل أي عدو للدفاع عن أرض إسرائيل أنا أحييك يا مالكوم على هؤلاء الذين يتحدثون ولكن أعتقد أن الجميع قد فهم الرسالة في الواقع إسرائيل تريد النجاح لمصر في سعيها للوصول إلى ديمقراطية حقيقية دائمة لأن الفرق بين إسرائيل وبين باقي الدول الديمقراطية وبالتأكيد هذا في آمالنا المشتركة والدعاوي للإصلاح في مصر نأمل أن تتحقق أنا لا أقول هذا اليوم فقط قلت هذا في أول خطاب لي في الكنيسة بعد الأحداث في مصر قبل أسبوعين بعد الاحتجاجات بعدة أيام وأنا افترطت في ذلك الوقت أن الصحف المهمة فيها فرق بحثية جيدة ولكن من الواضح أن هذا ليس صحيحا دائما هذا ما قلته السياسيون يحبون أن يقتبسوا من أنفسهم من الواضح أن مصر التي تحتضن كلية القرن من الحادي والعشرين وتتبنى هذه الإصلاحات ستكون مصدرا لأمل كبير للعالم أجمع وللمنطقة ولنا في إسرائيل نحن نعرف قيم المؤسسات الديمقراطية وأهمية الحرية ونعرف قيم المحاكم المستقلة التي تحمي حقوق الأفراد وسيادة القانون ونحن نقدر قيم الصحافة الحرة والنظام البرلماني الذي يتشكل من ائتلافات وتحالفات ومن الواضح أنه في مصر التي تتوفر فيها هذه المؤسسات وتستند على القيم الديمقراطية مصر هذه لن تكون تهديدا للسلام على العكس لو تعلمنا أي شيء من التاريخ فإنه إذا كانت أسس الديمقراطية أكثر قوة تكون أسس السلام أكثر قوة السلام بين الديمقراطيات قوي والديمقراطية تقوي السلام هذا ما قلته قبل أسبوعين وهنا أو هذا ما أقوله اليوم لو كان هناك فرق بين إسرائيل أو اختلاف بين إسرائيل وبين أولئك الذين يشاطرون هذا الأمل فإن رئيس وزراء إسرائيل أو أنا كرئيس وزراء إسرائيل أنا مسؤول عن أمن حوالي سبعة ملايين إسرائيلي يعيشون في دولة يهودية واحدة فقط ولا أستطيع أن آمل أن آمل فقط لي الأفضل ولكن يجب أن أعد أنفسنا للأسوأ وهذا من جملته تحذير القادة في العالم من الأخطار التي قد تكمن أمامنا ليس لأنني أريد من هذه الأخطار أن تتجسد لا أنا لا أريد ذلك ولكن لأنني أتحمل مسؤولية أن أفعل كل ما أستطيع فعله لزيادة فرص عدم تجسيد هذه وقادت القادة اليهود أو أيها القادة اليهود هذه مسؤوليتكم أيضا وأنا أعرف أنكم اطلعتم بها مرارا وتكرارا كلنا يعرف شيئا أنه في نهاية المطاف شعب مصر هم الذين سيقررون مصيرهم ولكن إسرائيل لا يمكن أن تقول أنها محايدة بالنسبة للنتيجة وذلك لأنه نحن نريد من الحكومة المصرية المستقبلية أن تكون ملتزمة وأن تبقى ملتزمة بالسلام مع إسرائيل كل مصري يجب أن يعرف أن شعب إسرائيل ملتزم بالسلام مع المصريين ومع كل الجارات إسرائيل وحوالي ثلثي السكان في مصر أكثر من خمسين مليون مصري إنهم لا يذكرون لأنهم لم يعرفوا أبدا ما هي الحياة قبل السلام بين مصر وإسرائيل ولكنني أذكر والكثير منكم في هذه الغرفة يذكرون نذكر الحروب والإرهاب والجنود الذين سقطوا والعائلات الممزقة ونذكر ذلك اليوم عندما قام أنور السادات ومناح بيجن بالمصافحة هنا في القدس هذا غير التاريخ وبين ليلة وضحاها الأعداء الألداء أصبحوا أول شركاء في السلام وبعد تطلعات كبيرة ومعاناة كبيرة وعد السلام تم تحقيقه وهذا السلام توسع لاحقا وتحول إلى سلام رسمي مع إسرائيل وفي الواقع سبقه سلام واقعي قبل ذلك نحن لم نحقق بعد السلام النهائي مع الفلسطينيين أو مع السوريين أو مع اللبنانيين ولكننا لم نفقد الأمل ولن نفقد الأمل نحن لا نزال ملتزمون بتحقيق السلام مع كل جيراننا وكل ما على جيراننا أن يتطلعوا إليه هو أن السلام هو السلام الذي حدث بين مصر وإسرائيل لا أشك في أن الحفاظ على السلام وتعميقه هو في مصلحة مصر وأمل أن هذا سوف يرافقه جهد مصري لتحقيق مجتمع حر وديمقراطي في الوقت الذي أسعى فيه المصريون لتحقيق إصلاحاتهم إذن في الوقت الذي نتمنى فيه للشعب المصري نجاحا كاملا وهم يسعون لبلورة مستقبل جديد نحن لا نعتذر عن 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 أي مصار قد يتم أصدقائي الكثير من الحكمة انهارت مؤخرا أو الأشياء المسلم بها انهارت البعض مننا كان يعرف ذلك مسبقا ولكن ويكيليكس أثبتت لنا وأظهرت أن الهواجس الأصلية والأساسية للأنظمة هنا ليست القضية الفلسطينية ولكن الموضوع الإيراني المحتجون في تونس ومصر وأماكن أخرى ما أظهروا هو أن هواجس الشعوب الأساسية في هذه المنطقة ليست القضية الإسرائيلية الفلسطينية ولكن سياسات أنظمتها ولكن لا يزال هنا أولئك الذين يدعون مركزية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في المنطقة وفي العالم ولكن وهذا شيء يعتقدون أنه من المسلمات ولا يوجد أي دليل على أن هؤلاء هؤلاء لن يتجاهلوا الحقائق ولكن المراقبون المنصفون بدأوا يدركون الحقيقة وهناك لا تزال حقيقة عليها أن تبزغ وهي أنه ليست إسرائيل التي لا ترغب في تعزيز المفاوضات للتوصل إلى سلام النهائي مع الفلسطينيين إنهم الفلسطينيون إنهم لا يريدون التفاوض آمل أن يتغير ذلك آمل أن الفلسطينيين سيقررون أخيرا أن يجلسوا في غرفة معنا وأن يتفاوضوا حول تسوية سلمية نحن على بعد إنهم على بعد دقائق نستطيع أن نذهب إلى هناك وأن يأتوهم إلى هنا ونحن مستعدون ولكنهم غير مستعدين وكما قل آمل أن يتغير ذلك لأن السلام لا يمكن أن يفرض أحاديا أو من الخارج السلام يأتي فقط من خلال مفاوضات صادقة بين الأطراف أنا أكرر أملي أن الرئيس عباس سيأتي ويتفاوض وفي هذه المفاوضات أعتقد أن الناس يمكن أن يفهموا اليوم بشكل أفضل ما كنا نقوله أن الأمن بهذا الجزء من العالم هو أساس السلام ليس فقط لأن علينا أن نحمي السلام ولكن أيضا لأن علينا أن نحمي أنفسنا لو فشل السلام معاهدة السلام في حد ذاتها لا تضمن السلام كانت بيننا علاقات سلمية مع إحدى الدول ليس سلاما رسميا ولكن علاقات سلمية وهذه الدولة تغيرت ما بين ليلة وضحاها اسمها كان إيران وكانت لنا علاقات سلام رسمية جيدة مع دولة أخرى ولكن تغيير كان هناك تجارة نشطة وكانت هناك منورات عسكرية وحوالي أربعمائة ألف سائح سنويا أنا واحد من الذين لم يزوروا تركيا ولكن في يوم واحد تغيرت الأمور في ديفوس عندما قائد تركيا واجه رئيسنا شيمون بيريس نأمل أن نعيد هذه العلاقة مع تركيا لأننا لم نختار أن تنقطع ولكن هذا يوضح النقطة التي أريد توضيحها معاهدة السلام في حد ذاتها ووجود السلام لا يضمن استمراره علينا أن نعزز هذا السلام بالرخاء وبالشرعية ولكن أهم من ذلك أن يكون مؤسسا على الأمن وبالتأكيد يجب أن يكون هناك أشياء علينا التفاوض عليها وهناك أشياء لا يمكن أن نتفاوض عليها لا يمكن أن نختتم المفاوضات إذا لم نبدأها علينا أن نبدأ بها وأن ننخرط فيها وأن نسعى لسلام حقيقي وآمن أعتقد أن هناك الكثير من الناس المنصفين في العالم اليوم الذين يمكن أن يفهموا بشكل أفضل ما أقوله ونحن نسعى لإرساء دعائم السلام وتعزيزها مع مصر والسعي لإقامة سلام مع آخرين يجب أن تبقى رؤيتنا واضحة على القوة الأساسية التي تهدد السلام في منطقتنا هناك الكثير من هذه القوة هناك الكثير من الاضطرابات ولكن هناك قوة تضمن أن لا يكون هناك سلام في المنطقة وهي لو امتلكت إيران أسلحة نووية هذا ما تسعى إليه إيران إنها تسعى ليس إلى برنامج نووي أو طاقة نووية أو إحلال الضر محل النفط أو النظائر المشعة للطب وإنما تسعى لبناء سلاح نووي قنابل نووية وإذا إيران تريد مستقبلا مختلفا لمصر وسيطرت على لبنان وسيطرت على نصف المجتمع الفلسطيني وتدعو علانية لتدمير إسرائيل وتنشر الإرهاب في كل مكان لو إيران حصلت على سلاح نووي فإن هذا سيكون تهديدا هائلا للسلام ولإسرائيل وكل الذين يسعون للسلام والاستقرار عليهم أن يلتحموا في جهد لمنع حدوث ذلك لقد كان هناك عمل جيد تم القيام به والمجتمع الدولي بقيادة الرئيس أوباما تبنوا عقوبات هامة على إيران كذلك دول أخرى لحقت بهم لا يوجد أي شك في أن هذه العقوبات ألحقت الضرر بالاقتصاد الإيراني ولكنها ليست فعالة بعد والنظام أو إسرار النظام العاميق على تطوير أسلحة نووية الطريقة الوحيدة كي يتأثر هذا الإسرار تتمثل في إثبات أن المجتمع الدولي لا يزال مصرا على منع إيران من تطوير سلاح نووي إذن التحدي الذي نواجه في السنوات القادمة والأحداث العظيمة التي تتشكل ما بين باكستان وجبل طارق والزلزال الذي يعصف بالمنطقة التحدي الأكبر الذي نواجهه ليس أو يتمثل في ألا نبعد نظرنا عن التهديد الحقيقي للسلام ربما نأمل في أفضل النتائج ولكن تاريخ شعبنا علمنا ألا نقلل من أهمية التهديدات التي تواجهنا علينا أن ندركها في حينها ويجب علينا أن نكون مستعدين دوما للدفاع عن أنفسنا وهناك شيء يعطي شعبنا هذه الثقة وهو معرفة أننا تعلمنا هذه الدروس من تاريخنا وأننا نعرف أن الشعب اليهودي في كل مكان يقف إلى جانب إسرائيل ومع إسرائيل في جهدها لتأمين مستقبلها أنتم تقفون إلى جانبنا في إحباط الأخطار وفي انتهاز الفرص وأود أن أشكركم جميعا ألن مالكم وكل واحد منكم للوقوف إلى جانب إسرائيل والالتزامكم الذي لا يتزعزع لمستقبلنا المشترك مستقبل الشعب اليهودي ومستقبل الدولة اليهودية شكرا وأنا سعيد برؤيتكم من جديد في القدس شكرا جزيلا شكرا